اشتركوا في القناة والتخطيط العمراني في المملكة وضمان مسيرة التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية وبينا سموه في اجاز المسارات التي عملت من خلالها اللجنة العليا للتخطيط العمراني وهي اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي بصدور المرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2016 والعمل على اعتماد المخططات التفصيلية للمحافظات بالاضافة الى تعزيز الاستفادة من مبادرة تخطيط المدن البحرينية الفرنسية التي تعتبر احدى ثمار الزيارة التي قام بها جلالة الملك المفدى للجمهورية الفرنسية عام 2015 والهدفة الى تحسين وتطوير عمليات التخطيط العمراني وفقا لاحتياجات مملكة البحرين حيث تم اطلاق المبادرة في شهر مارس من العام الجاري تحت اشراف اللجنة العليا للتخطيط العمراني وتم في هذا الصدد تشكيل فريق عمل مختص مكون من خبراء من عدة شركات فرنسية رائدة في مجالات الهندسة والتخطيط ليعمل مع الجهات المعنية في البحرين كما تطرق الى استراتيجية عمل اللجنة العليا في المرحلة القادمة والمتضمنة لبرنامج عمل ومبادرات تحقيق الاهداف المنشودة وخلال اللقاء عرب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد على جهوده الموفقة واسهاماته المتواصلة في خدمة مملكة البحرين وتعزيز مسيرتها الوطنية وتطوير اداء الحكومة وتبني المبادرات ووضع الخطط والبرامج التي تدعم الاقتصاد الوطني خدمة للوطن والمواطن مقدرا جلالته كذلك جهود اعضاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني من اجل تقدم البحرين ورفعتها وازدهارها ووجه جلالة الملك المفدى باعتماد خطة اللجنة العليا للتخطيط العمراني التي قدمها الى جلالته الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني كما اثنى جلالته على الخطط والبرامج والمبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للتخطيط العمراني التي تسهم في الارتقاء بمستوى التخطيط العمراني في مملكة البحرين وضمان التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية من اجل ابراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين بالشكل الذي يدفع عملية التنمية الشاملة مشهدا جلالته رعاه الله بالانجازات الكبيرة التي تحققها مملكة البحرين في شتى المجالات بفضل سواعد وجهود ابنائها ومؤكدا بان المملكة مستمرة باذن الله في خططها وبرامجها التنموية والتطويرية في كافة القطاعات الحيوية التي تخدم الوطن وتلب تطلعات المواطنين للمزيد من الرخاء والتطور والحياة الكريمة على كافة المستويات وأعرب جلالته عن تمنياته لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني وكافة أعضاء اللجنة دوام التوفيق والسداد في جهودهم المخلصة لخدمة الوطن العزيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر